اشتركوا في القناة وقال فهم بمنه وكرمه أن يتقبل منا جميع أعمالنا إنه جواد كريم آمين قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين لما ذكر سبحانه وتعالى أنه سوف يجعل في الأرض خليفة وأخبر الملائكة بذلك وهم قالوا على جهة الاستكشاف والاستعلام لا جهة الاعتراض والحسد إنما قالوا على جهة الاستعلام والاستكشاف والسؤال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فالمعنى أنه إذا كان المراد أن تكون لك خليقة خليفة وهي من خلقه سبحانه وتعالى تعبده وتوحده فنحن نعبدك ونوحدك ونقدس لك فقال سبحانه إني أعلم ما لا تعلمون أنتم علمتم شيئا وخفي عليكم أمور عظيمة تجعل وجود هذه الخليفة فيها مصالح عظيمة ولهذا قال إني أعلم ما لا تعلمون ثم كان من المناسب لما أنه سبحانه قال إني أعلم ما لا تعلمون وأن هذا الخليفة سوف يكون منهم الأنبياء والمرسلون والصالحون والأولياء والعلماء والشهداء والصالحون كما تقدم وأنه سوف يكون من الخير والصلاح ما يغلب على الفساد وتقدم أن هذا يمكن أن يكون حجة ودليلا على القاعدة الأصولية القاعدة التي هي من مقاصد الشريعة ومن أصول الشريعة وهي أن المصالح الغالبة مقدمة على المفاسد على المفاسد ما دامت أن المصالح هي الغالبة فإنها مقدمة وهذا حتى في عمل الناس فإنهم يقدمون على أعمال في تجاراتهم وبيعهم وفي أسفارهم وقد يكون فيها شيء من المفاسد وربما شيء من الشدة لكن لما يترتب على ذلك من المصالح التي هي غالبة على المفاسد فإنها تكون أرجح وتكون أولى ومن ذلك أيضا التداوي والعلاج فقد يكون في التداوي مرارة وشدة لكن مصالحه غالبة على ما فاسده فهذا أصل عظيم حتى كما تقدم في مبدأ الخلق فلهذا قال سبحانه إني أعلم ما لا تعلمون ثم بيّن لهم آية عظيمة مما خفي عليهم الصلاة والسلام على الملائكة فقال وعلم آدم الأسماء كلها فهو علمه سبحانه وتعالى الأسماء كلها واختلف اختلاف كثير في هذه الأسماء والأسماء هنا محلى بالآلف واللام فيشمل جميع الأسماء فقيل إنه يشمل أسماء الملائكة وأسماء الأنبياء جميع الأسماء لكن للعقلاء من الملائكة والخلق من خلقه الذين يعقلون وهذا اختاره ابن جريل رحمه الله وقال إن قول ثم عرضهم هذا ضمير الغائب لا يكون إلا للعقلاء فلم يقل ثم عرضها لأنه قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقيل إنه علمه جميع الأسماء والمراد هنا بالأسماء المسميات لأنه قال ثم عرضهم والعرض هنا يكون للمسميات من الذوات والصفات حتى أسماء الأشياء العاقل وغير العاقل من كالجبل والبحر والسماء والأرض وأسماء أيضا ما يحتاج إليه في حياته الدنيا مما يستعين به في أموره كلها في بيعه وشرائه وما أشبه ذلك قيل إنه علمه هذه الأسماء كلها ولقى ثم عرضهم على الملائكة وقيل علمه أجناس الأسماء في خلاف كثير ولهذا قيل إنه عرض عليه المسميات وعرض عليه الخلق وعرض عليه الأنبياء وهم في صور الذر وحينما خلقت أرواحهم وأن خلقت أرواحهم فإنهم عرضه فإنه عرضها عليهم كما جاء أن الله سبحانه وتعالى استخرج ذرية آدم من ظهر ثم عرضهم عليه أمثال الذر فالله أعلم بتفصيل ذلك لكن لما قال ثم عرضهم على الملائكة دل على أن العرض للمسميات فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ليبين فضل هذا الخليفة الذي قال الله عز وجل في إني جاعن في الأرض خليفة فقال أنبئوني هذا السؤال ليس المطلوب منه الجواب إنما هو سؤال تعجيز وتحدي ليبين لهم أنهم جاهلون أنهم يجهلون أسماءهم وأنهم لا يعلمون لا يعلمون ذلك إنما علم الله آدم فعلمها فكان فضله عليهم من هذه الجهة ولهذا قالوا علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وكما تقدم علمه أسماء كل شيء حتى ما يستعين به في أموره حتى قال ابن عباس علمه المصغر والمكبر القصعة والقصيعة القصعة يعني الإناء الذي يؤكل فيه والقصيعة هي الإناء هي ما يكون صحفة التي تكون أصغر من القصعة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أنبئوني بأسماء هؤلاء هؤلاء إن كنتم صادقين إن كنتم إن هذه لما هو اسمها والجواب محذوف وقد يحذف للدلالة عليه يعني إن كنتم صادقين ليندل عليه المقام يعني إن كنتم صادقين فأنبئوني الجواب أنبئوني والمعنى ما ثم إلا التسليم بأنه سبحانه وتعالى فضله وأنه لا علم لهم إلا ما علم سبحانه وتعالى ولهذا قالوا سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سلموا عليهم الصلاة والسلام وهذا يبين أنهم سألوا سؤال استكشاف ومعرفة لا اعتراض ولا حسد لبني آدم إنما أرادوا أن يستعلموا فبين لهم سبحانه وتعالى ذلك فقال قالوا سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك إن واسمها والعليم خبر والحكيم خبر ثاني اسمها الضمير مبني على الفتح في محل نصب العليم خبر أول لإن والحكيم خبر ثاني أو أن تقول إنك واسمها إنك أنت وأنت مبتدأ وعلى القول الأول على العراب الأول تكون أنت ضمير فصل للتأكيد وعلى العراب الثاني تكون أنت مبتدأ والعليم الحكيم خبر والعليم خبر والحكيم خبر ثاني والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر إن خبر إن وهذا يجري كثيرا في مثل هذه الإعرابات حين يوجد مثل هذا الضمير قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وهذا مثل ما تقدم أن الواجب أن يرد العلم إلى أهله يرد العلم إلى عالمه وأن ينزم الإنسان الأدب في هذا فيقول لا أعلم لا أدري ولهذا لما علموا بفضل آدم عليه الصلاة والسلام وآدم أبو البشر ويقال إن كنيته أبو محمد واختلف في آدم هذا هل هو مشتق وإذا كان مشتق فهو عربي وقيل إنه غير مشتق وعلى هذا قيل إنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة وقيل إنه عربي لكن ممنوع من الصرف للعالمية وشبه العجمة للعالمية وشبه العجمة آدم وأصل آدم أأدم أصل آدم يقولون أصله أأدم وكل وكل كلمة في اللغة تبدأ بهمجتين ثانيتهما شاكنة فإن الهمجة الشاكنة تقلب إلى حرف يناسب حركة الهمجة الأولى والهمجة يناسب حركة الهمجة والهمجة حركتها الفتح والفتح يناسبها الألف فعلى هذا يقال آدم بهمجة وألف ثم حذفت خطا وثبتت نطقا فقيل آدم بمد الهمجة الأولى بمدها للدلالة على الهمجة المقلوبة الهمجة الشاكنة المقلوبة إلى حرف يناسب حركة الهمجة الأولى فقيل آدم هذا يقع في كلمات كثيرة في العربية بما تكون الهمجة الأولى مفتوحة والهمجة الثانية شاكنة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سلموا عليهم الصلاة والسلام عند ذلك قال سبحانه قال يا آدم ناداه يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال أنبئهم بأسمائهم لأنهم قالوا إنك أنت العليم العليم الحكيم لا علمنا إلا ما علمتنا وهذا هو الواجب حين يخفى العلم الاسترشاد ولا تجوز المكابرة ولهذا هم عليهم الصلاة والسلام بادروا إلى التسليم فلهذا ينال العلم من ترك المكابرة بل يأخذه بتواضع ولهذا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم وكما تقدم الواجب هو التواضع للعلم والتسليم وعدم المكابرة ويذكرون في هذا يعني شيء مما يقى حيانا ممن يكابر عند البحث لكن حين يلين جانبه فإنه يزداد علما بل إن بعض أهل العلم قد يكون هو صاحب المجلس مثلا كما ذكروا عن بعض العلماء في تراجمهم وإما يحضرني الآن في قصة لتقي الدين السبكي رحمه الله علي بن عبد الكافي السبكي توفى سنة سبعمائة هضن وواحد وخمسين وابنه عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي توفى سنة واحد وسبعين وسبعمائة وكان عبد الوهاب هذا من علماء الشافعية الكبار رحمة الله عليه وكان له صولات وجولات مع شيخ الإسلام من تيمية في مسألة الزيارة لكن مع ذلك لهم مناقبهم وحسناتهم فكان مرة في مجلسه يدرس العلم وكان ابنه عبد الوهاب لا زال في الطلب في أول سنين الطلب لا زال شابا في أول الطلب وفي مجلسه لكنه كان حافظا ذكيا قد حفظ متون كثيرة من متون الشافعية وأتقن مذهب الشافعي فكان عبد الوهاب لإمام التقي الدين يقرر بعض المشائل فحضر طالب علم عند الشيخ عبد الوهاب قرين لابنه علي فوردت مشألة مشألة فقال هذا الطالب يقول للشيخ عبد الوهاب هذه المشألة قد ذكرها فلان يعني من المتأخر من المتأخر الشافعية ذكرها ذكر كتابا من كتب الشافعية للمتأخرين منهم وهي قد ذكرها المتقدمون ولعلها ذكرت في كتب الشافعي رحمه الله لكن هذا لم يطلع عليها وإمام عبد الوهاب قد اطلع عليها ويعلم أنها مذكورة قديما في الكتب المتقدمة فجعل عبد الوهاب يثني على هذا الطالب يثني عليه باستحضاره وكأنه لم يسمعها كأنه لم يسمعها في هذا الكتاب مع أنه قد سمعها قبل مولده وعلم أنها قد ذكرها إمه من الشافعية المتقدمين قال علي ابنه فجعلت وتعجب من أبي كيف يقول له هذا وهذه المسألة عنده يعني من تلاده يعني من قديم علمه ليس من طريف علمه فجعلت وأعجب لكن سكت فلما انتهى الدرس وخرج ذلك الشاب قلت لي والدي أقبلت عليه وقلت كذا وكذا وهذه المسألة قد ذكرها فلان وفلان فأقبلت عليه كأنك لا تعرفها وكأنها لم تذكر وهو في بلاد الشام في بلاد الشام رحمه فقال الإمام عبد الوهاب لابنه علي يبني مو مليح أنني على وكان وكانت تغيره له قديما قال مو مليح أنني أقول له إنها قد ذكرت إنه قد أتى بها فرح بها يريد أن يذكرها فليس من المناسب أن أقول إنها قد ذكرت وذكرت قال فكانت الفائد التي أخذتها من هذا الأدب أعظم من تلك المشألة التي أوردها بي فائدة في يعني حين يلقي إنسان فائدة مثلا ف كأنه يعني يريد أن يفيد غيره ويكون مجتمع يلم بها فلا يحسن من المجتمع أن يظهر ويسابقه بالكلام كأنه يعلمها ويعرفها بل يقبل إليه ويلقي إليه باله كأنه لا يعرفها هذا من أعظم أسباب التعليم قال بعضهم يقول بعضها العلم إن أحدهم ليلقي علي المشألة فرحا بها فرحا بها فأقبل عليه كأني لا أعلمها يعني لأجل أن يحببه إلى العلم وأنا أعلمها قبل أن يلتقي أبوه أعلم هذه المشألة قبل أن يلتقي أبوه لكن لأجل أن يؤنسه ويطيب قلبه فيفرح بهذا الشيء وهذا أمر مشاهد لا شك والنفوس لها إقبال ولها إدبار فالشأن هو تواضع للعلم ولهذا لما قال سبحانه قال يا آدم فصار آدم الذي قالوا في أول أمر تجعلوا فيها من يفسدوا في أوسك الدماء ونحن نسبح عمدك ونقدس لك صار آدم عليه الصلاة والسلام هو الذي يعلمهم قال يا آدم وأنبيعهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ما قل لكم أني يعلم غيب السماوات وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أعلم ما تبدون يعني ما ما الذي أبدوه الذي أبدوه وقولهم أتجعلوا فيها من يفسد فيها أوسك الدماء هذا الذي ذكره كما ذكر عنه سبحانه وتعالى أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هذا الذي أبدوه والذي أخفقه كتموه اختلف فيه قيل إنهم فيما بينهم قالوا إن الله لن يخلق خلقا خيرا منا وأفضل منا لأننا وجدنا قبل وعلمنا ورأينا وسمعنا فلن يكون الذي يخلق بعدنا أفضل منا قيل هذا وقيلوا ما تكتمون المراد بإبليس الذي تشبه بهم ودخل معهم وشاركهم في العبادة ظاهرا وهو يكتم الكفر والاستكبار والإباء فقالوا ما تكتمون يعني ذكر مراد بإبليس وقد يطلق مثل هذا وإن كان واحدا في جماعة كما يقولون مثلا في الحرب حين ينتصر أحد الحزبين على الآخر يقول نحن قتلناهم وربما لم يقتلوا إلا عددا يسيرا فالمراد قتلنا منهم فهذا أسلوب عربي لكن هذا يعني قول قيل والله فالله أعلم وما كنتم تكتمون فأنبأهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ما قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وفي هذا من الحكم العظيمة في ابتداء خلق آدم عليه الصلاة والسلام وأن الأمر مبني على العلم وأن الأمر مبني على رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى وأنه حين تعرض المسائل فلا مرد فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى وما جاء من شرعه على ألسنة رسله في كل زمان بحسبه فشريعة الله سبحانه وتعالى في عهد آدم هي ما جاء به آدم وهو الإسلام في زمانه وهكذا في زمان نوح ما جاء به نوح وهكذا الأنبياء وبعده كل شريعة ودين ومن يرد إليه هو النبي في ذلك الزمان حتى ختم الله هذه الشرائع والرسل بنبينا عليه الصلاة والسلام فكان المرد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع فإن سمع شيئا قال به وإن لم يسمع قال لا أدري هذا يدعوه إلى البحث والنظر لكن إذا كان يقول إنه يدري ويعلم يدعوه إلى الكبر والتفاخر ولا يسأل ويتكبر لكن العالم الحقيقي وطالب الحقيقي يأخذ عن من فوقه ومن دونه ومن هو مثيله قرينه ولهذا ذكر العلماء في باب مصطلح علم ولقب يسمونه المدبج يسمونه المدبج من ألقاب المصطلح لقب يسمى المدبج المدبج من ديباجة الوجه وهما جانباه الخدان خدان متقابلان في ناحية متقابلة فقالوا إن القرينين وهما الطالبان اللذان يطلبان العلم إذا حضر في مجلس مجلس العلم وأخذ عن شيخهما ف من سنة العلم وطريقة الصحابة رضي الله عنهم أن يأخذ الطالب عن زميله يحتاج حيان يأخذ عن زميله فقالوا إذا كان الطالبان قرينين قرينين يأخذان عن شيخهما ولم يأخذ أحدهما عن الآخر فهم القرينان وإن أخذ أحدهما عن الآخر فيسمى المدبج المدبج من الديباجتين ديباجتا الوجه والمعنى أنهما متماثلان كتماثل ديباجتا الوجه فمن تواضع كل منهما أنه يأخذ عنه ويأخذ عنه هو يأخذ عن زميله وزميله يأخذ عنه لأنه قد يفوت أحيانا شيء من العلم ربما يغاب أحيانا ربما تفوته مسألة فيأتي إلى جميلي فيقول ماذا سمعت من الفوائد فيدارس ويقول سمعت كذا وكذا وذاك أيضا ربما يحصل له ما حصل من آخر فيقول ماذا أخذت من الفوائد فيقول أخذت كذا وكذا وكان الصحاب رضي الله عنهم كذلك في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بعضهم عن بعض فبهذا يزكو العلم ويكثر ويكون طالب العلم طلب العلم لله لأن هذا علم الآخرة علم للعمل ليس مجرد يتعلم للعلم لا العلم لماذا العلم للعمل ولهذا ما ينتهي حتى وهو في سكرات الموت يطلب العلم ليس من علم الدنيا إذا وصل إلى حد انتهى لا إنسان مثلا في سكرات موت يقول يعني يعني يعلم شيء من ومن الدنيا يقول انتهى الأمر لكن علم الآخرة قصد العلم الذي يفضي إلى الفوز بالآخرة علم الشريعة علم ما أوجب الله سبحانه وتعالى وما شرع سبحانه وتعالى وكيف تعبده سبحانه وتعالى على بصيرة تطلبه حتى تلقى ربك ولو كان على فراش الموت هكذا كان رضي الله عنه كان عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله الإمام الكبير الحافظ الشهير صاحب العمدة وتهذيب الكمال وكتب كثيرة عظيمة توفى سنة ستمائة للهجرة رحمه الله عن تسع وخمسين سنة حافظ عظيم يقول ابنه عبد الله لما اشتد به المرض وأحس بالموت وكان ذلك عند صلاة الفجر فقال لابنه عبد الله صلي بنا وخفف أحس بشدة رحمه الله فلما صلى الفجر وجلس ومن شدة ما هو فيه استلقى وكان الجماعة يأتون إليه لمن علم حاله ويسألون عن صحته ويسألون ويواسعون ورحمه الله فمن وكذلك إذ قال لابنه عبد الله اذهب فحضر كتاب كذا وكذا تذكر حديثا أو ترجمة تذكر أحضر كتاب كذا وكذا وفي حال السياق قال والكتاب قريب من يعني يكون قريب منه قال فذهبت ليحضر الكتاب فلما جئت والكتاب معي فإذا هو قد قضى الله أكبر معنى قد مات الله أكبر فهو في حال السياق وأبو حنيفة رحمه الله دارس مسائل لتلميذ أبي يوسف واختبره وهو في سياق الموت وعلمه مسائل وهو في سياق الموت رحمه الله وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الراجي رحمه الله الإمام الحافظ الشيء في سنة 64 و 200 للهجرة لما حضره الموت وحضره أصحابه وأهله وحضره العلماء فأرادوا أن يذكروا بحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لكن هابو هابوه يعني يقول قل لا إله إلا الله ومع شدة السياق وسكرات الموت يعني في حال الشدة فجعلوا يتذاكرون حديث معاذب جبل رضي الله عند أبي دون من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فجعلوا يتذاكرونه يسوقونه بإسناده فأخطأ بعضهم في سياق السند فسمعه أبو زرعة وبحل السياق فساق السند على الصواب والسداد فقال إلى معاذ بن جبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم قضى قبل أن يكمل دخل الجنة فكان آخر كلامه هذه الكلمة فالشأن شدة محبتهم شدة محبتهم ورغبتهم في العلم رغبة عظيمة ربما تذهبوا معها يعني نفوسهم في طلب العلم فينسون ما هم فيه من الشدة ينسون ما هم فيه من الشدة لشدة محبة طلب العلم والأنش بطلب العلم أولذ الطلب العلم في هذا قصص كثيرة لكن من أشهرها أن عبد الرحمن بن أبي حاتم ابن محمد بن دريس بن حاتم الراجي كان هو معه صحب له ذهبوا إلى شيخ من المشايخ ليأخذوا عنه الحديث في بلد غربة وهم شباب وبالغالب أنهم حين يذهبون إلى بلد غربة لا يكونون معروهين ف اشتد بهم الجوع فبينما في طريقهم إذ وجدوا سماكا يبيع السمك فأخذوا سمكة منه سمكة ليأجل أن يأكلوها فلما وصلوا إلى المحل اللي سكنوا فيه لعلهم سكنوا في ما يسمونه الخان ما يسمى الفندق أو نحو ذلك لأن في بعض الأماكن لا يوجد محلات أوقاف وفي بعض يكون محلات أوقاف فكانوا في هذه في غرفتهم فلما وصلوا فإذا موعد الدرس قد حضر فذهبوا إليه وتركوا السمكة ثم رجعوا وجعلوا يكتبون إنما يتقوتون شيء إما تمر يمصونها لأجل أن تقيم الأود مع الجوع الشديد لكن يتقوتون شيئا من الماء والتمر الذي يمصونه مصا لقلة الزاد حتى لا تفوتهم مجالس العلم فمضوا على ثلاث أيام على ذلك والسمكة لم يأكلوها فلما كان اليوم الثالث خاشوا من نتن السمكة ولم يجدوا وقتا لأجل أن يطبخوها فأكلوها نئة رحمة الله عليه أكلوها نئة لشدة رغبتهم ومحبتهم وأنسهم بالعلم وإما يذكر والشيء بالشيء يذكر أن يعقوب الحسن الفسوي رحمه الله رحل في شبابه لطلب العلم وكان في ذلك البلد يذهب إلى المشاكل لسماع الحديث يريد أن يتداركهم ويعلو بسنده قبل أن يفوت عليه فكان يسير من قبل صلاة الفجر في دروس العلم فلا يرجع إلا بعد العشاء ثم بعد العشاء يكتب ما سمعه ويصحح ويتابع وكان عنده السراج شمعه وهذه الشمعة معلوم يعني ضعفها وكان يبقى عليها الساعات الكثيرة وهو يكتب ومع شدة ومع طول المتابعة والكتابة والنظر تأثر بصر تأثرا عظيما فبين ما هو في ليلة يكتب الحديث على هذا السراج إذ سال ماء عينيه فعمي ولم يمصر شيئا وهو شاب غريب في هذه البلاد لا يعرف أحد فمن شدة الهم الغم الذي أصابه لما ذهب بصره وضع رأسه بين ركبتيه ما يبصي شيء لا يرى أوراقه ولا يرى أقلامه لا يرى شيئا فوضع رأسه بين عينيه فبينما هو كذلك إذ رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما شأنك يا يعقوب أظن يعقوب بن سفيان فيما يغلب على ظني أو الحسن من سفيان لكن أظنه يعقوب بن سفيان قال ما ما لك مغتم قال يا رسول الله جئت بلاد بعيدة في رؤيه هي الرؤية وأنا غريب لكتابة حديثك وسنتي وسنتك يا رسول الله وقد ذهب بصري وإني لم أحزن ولم أغتم لذهاب بصري لكن لفوات كتابة سنتك يا رسول الله قال أدنه هو في المنام فدنى منه فمشى عينيه أو تفل عليهما فعند ذلك استيقظ فرفع رهشه فإذا يبصر الدوات ويبصر الأقلام ويبصر ما حوله هذه كرامة ورؤية يعني تقع والكرمات قد تقع في هذه الأمة فأكمل كتابته رحمه الله فالشان انظر إلى قول أنه لم يأس ولم يحزن ولم يغتم لما أصابه لأنه من ابتلي بحبيبتيه عوضه الله منهما الجنة لكن لفوات كتابة السن لأنه لا جال في أول طلب ثم هو غريب هو غريب ليس عنده أحد فرحمة الله عليه ونحن شاء الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع ولمنا الصالح منه وكرمها مين ثم قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم هذا أمر لعموم الملائكة وقول سبحانه وتعالى للملائكة اختلف قيل هل هو ملائكة السماء أو جميع الملائكة ملائكة السماء ومن في الأرض وكل ملائكة وهذا هو الصواب أنه لجميع الملائكة قلنا للملائكة اسجدوا السجود هذا ما هو اختلف قيل إنه الخضوع وقيل الإنحناء وقيل هو سجود مثل سجود الصلاة مثل السجود الذي على الأرض وهذا والصحيح لكنه ليس سجود عبادة لآدم إنما سجود تحية وإكرام مثل السجود والد يوسف وإخوته حين سجدوا له ورفع أبوه عرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا ولهذا قال سبحانه وإخرا فإذا سويت ونفخته من روحي فقعوا له ساجدين هذا أيضا دليل واضح لأن السجود مثل سجود الصلاة لكنه سجود تحية وإكرام لآدم عليه الصلاة والسلام والعبادة لله العبادة لله سبحانه وتعالى وكان السجود على هذه الصفة مباحا فيما تقدم من الأمم قبلنا مباحا فيما تقدم من الأمم قبلنا واختلف هل هو إلى زمن يعقوب عليه الصلاة والسلام في قصته حين سجد وأبناؤه ليوسف عليه الصلاة أو ممتد إلى نبينا عليه الصلاة إلى وقت إلى بعدة نبينا عليه الصلاة والسلام لما ورد حديث معاذ أنهم جاءوا وسجدوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله لما جاء من عند قوم يسجدون لملوكهم فقال أنت حق من نسجد له وقالوا يا رسول الله سجد لك البعيد فنحن حق أن نسجد لك قيل هذا وقيل هذا فالمقصود أنه بعد ذلك حرم ولا يجوز السجود إلا لله سبحانه وتعالى أما سجود العبادة فهذا بالإجماع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا مباشرة بادروا عليه الصلاة والسلام إلى السجود إلا إبليس هذا الاستثناء اختلف العلماء هل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع قيل إنه استثناء متصل وأنه كان من الملائكة ثم بعد ذلك حصل منه ما حصل وأنه كفر بعد ذلك ولها قال سبحانه وتعالى وعلم كما قال على في تفسير في قوله سبحانه وتعالى وعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون لقوله إلا إبليس وقيل إن الاستثناء منقطع وأنه لم يكن من الملائكة طرفة عين كما قال الحسن رحمه الله وهذا هو الأرهر لقوله سبحانه وتعالى في سورة الكاف وإذ إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه وهذه صريحة أنه ليس من الملائكة قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه وهذا أظهر لكن دخل في عموم الأمر لأنه كان كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية متظاهرا بعباداتهم مداخلا لهم متشبها بهم مع ما ينطوي عليه من الكفر والكبر ولهذا شمله الأمر فلم يسجد إلا إبليس أبى واستكبر أبى امتنع وتكبر وكان من الكافرين والكفر هو الجحود ولهذا اجتمل على أشد أنواع الكفر وكفر هذا جمع الجحود والإباء والتكذيب والاستكبار وإما يدل على أن إبليس ليس من الملائكة قوله أأسجد لمن خلقت طينا وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين خلقتني من نار وخلقته من طين والجن خلق من النار ولهذا في حديث عائشة ربية الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم فميز بين خلق الملائكة وخلق الجن قال خلق من مارج من نار وهذا يبين أنه ليس من الملائكة وهذا هو الأظهر فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وفي هذا كما تقدم بيان فضل آدم عليه الصلاة والسلام ويذكر العلماء وانفسرون ويذكر أحيانا في بعض مسائل العقيدة في هذا المقام فضل الأنبياء على الملائكة لأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم وهذه مسألة بحثها أهل العلم من فصلها وبينها وذكر أدلة فيها شيخ الإسلام رحمه الله وذكر أدلة عظيمة في هذا الباب وفي فضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأنهم أفضل من الملائكة وكذلك صالح البشر وأنهم العبرة بالنهاية في مآلهم وأنهم يؤولون إلى جنة عدن صالح البشر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث الله من عمر لن أجعل صالح من خلقت بيدي لن أجعل صالح من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان يعني آدم عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وقلنا يا آدم اسكن أنت وجوبك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين هذا أمر منه سبحانه وتعالى واختبار لآدم ولما كان الخطاب في أوله مع آدم كان الخطاب أيضا بعد ذلك معه فقال وقلنا يا آدم ثم ذكر زوجه لأنها تبع له وقلنا يا آدم أسكن آدم هذا منادى علم مبني على الظالم في محل نصب وهذا كل نداء على هذا إذا كان علما كما هنا مبني على الظالم في محل نصب أسكن أنت وزوجك الجنة أسكن في قوله سبحانه وتعالى أسكن إشارة إلى أن الدنيا ليس الدار قرار ولهذا سيأتي في قوله سبحانه وتعالى إن شاء الله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين الدنيا دار وممر وليس الدار مقر ولهذا قال وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة أولا في كلمة أسكن مثل ما تقدم إشارة إلى أنها دار سكنة لو أن شخصا قال لإنسان أسكن هذه الدار أسكن هذه الدار فلما مضى شهر أراد أن يبيعها قال كيف تبيعها أنا أسكنتك إياها قال أنت ملكتنيها قال لم أملكها أنا قلت أسكن ما قلت هي ملكك إنما تنتفع بها فالسكنة لأجل ملك الانتفاء ملك المنفعة ملك المنفعة ولا أحكام ما يتعلق ما ذكر علام فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاء لكن الشان هنا في قوي أسكن أنت وجوجك الجنة والمعنى أنها سكنة ومرور عابر سوف ترحل عنها وتذهب دخل بعض الصالحين على بعض صحبه من أهل الصلاح دخل عليه داره فلما دخل عليه داره وجده فإذا فيه نطع فراش تعرفون النطع فراش من جلد وعلق شيئا يعني مما يضع فيه شيء من الطعام من حب نحو ذلك أواني يسيرة أواني لا تلفت البصر شيء يسير قدح وفراش وبصاط فقال له صاحبه حين دخل كأنك مرتحل كأنك مرتحل يا ما عندك شيء قال مرتحل بل أطرد عنها طردا أطرد عنها طردا لست مرتحل لو كنت مرتحل أرتحل متى ماشيت لكان لي شيء من الملك لا إنما أطرد عنها طردا يخرج منها خرجت روح وانتهى خلص هكذا الدنيا هكذا السكنة فيها أسكن أنت وجوجك الجنة كلمة أسكن أيضا فيها إشارة إلى السكن وأن المقصود من السكنة هو السكن أن تسكن في الحياة الدنيا والسكنة من السكنة من السكنة وأن تكون تعلوها الطمأنينة والراحة ولا سكنة ولا راحة إلا بشرع الله ودين الله أسكن أنت وزوجك الجنة تقول هلان ساكن ومنه أخذ المسكين لأنه سكن عن الحركة لفقره مادة السكن والسكنة والمسكين هي من هذا توحي بالطمأنينة والراحة وفي كل كلمة يكون لا معنى والرجل وأهله كل منه وسكن للآخر يسكن كل منه إلى الآخر إنما يعيش الرجل وأهله وأولاده في هذه الحياة ويسكنان ولا سكنة إلا حين يعملان بما يحقق السكنة لأن هذه الدار بما فيها من متاع بما فيها من بناء لا تطيب سكنها ولا يطيب مطعمها ولا يطيب مشربها إلا حين تطيب الحياة بذكر الله ما تطيب من طاب من طابت حياته بذكر الله طاب له أمره في مسكنه في طعامه في شرابه وإن كان في أشد الأحوال في مصيبة أو شدة أسكن أنت وجوجك الجنة أنت هذا الضمير فاصل أسكن أنت وجوجك جوجك معطوف على mاذا معطوف على أنت أو على الضمير الذي قبله على الضمير المتصل أو على الضمير المستطر أسكن أنت وجوجك وجوجك معطوف على الضمير المستكن في أسكن الفاعل الضمير الذي هو في أسكن فعل الأمر فيه هذا الضمير المستتل فقوله أنت وجوجك معطوف عليه ولماذا كان عطف بعد أنت لأنه لا يعطف على الضمير المتصل حتى يفصل بالضمير المنفصل وإن على ضمير رفع متصل عطف تفصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يريد في النظم فاشيا وضعف واعتقد كما يقول مالك رحمه الله وإن على ضمير رفع متصل المستتر في حكم المتصل المتصل قد يكون ظاهرا متصلا وقد يكون مستترا وهو في حكم المتصل لأنه موجود فيه مستكن فيه وإن على ضمير رفع متصل عطفت به زوجك فافصل بالضمير أنت بالضمير المصر أو فاصل ما يعني ولو ضمير نصب يدخلونها ومن صلح من آبائهم عطف ومن صلح على يدخلونها بعد الفصل بالضمير الذي هو المنصوب الهاء وهو فاصل ما وبلا فصل يريد قد يريد بلا فصل لكنه يقول ضعيف في النظم في النظم والنظم النظم يقولون ضرورة وجائز في حالة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف يعني حالة الضرورة لها أحوالها تنزل على أحوالها وكذلك في العربية وفي النظم فاشيا كثيرا وضعفه اعتقد ومما أذكر في درس عند الشيخ عبدالي جنباج رحمه الله في قراءة في صحيح البخاري مر علينا حديث بن عباس رضي الله عنه الحديث الطويل في سؤال بن عباس ل سؤال بن عباس لعمر رضي الله عنه عن اللتين تظاهرة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني عمر يعني عجل أو بكر يعني أن الحديث طويل المقصود أن الحديث طويل وفيه في نفس الحديث أن عمر رضي الله عنه ساقه قال كنت وجار لي من الأنصار نتناوب نتناوب الجلوس أو حضور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني كنت كان يعمر رضي الله عنه وربما يتناوبون فإذا حضر أخبرني بما قال رسول الله فقال عمر كنت وجار هل فصل لما فصل كنت وجار ما قال أنا وجار عطف جار على الضمير المتصل كنت فأذكرني الشيخ رحمه الله يعني قال ما معناه إنه إن هذا ما يستدل به على جواز العطف على الضمير المتصل وهذا مبني على جواز الاحتجاج بما في الأدلة في السنة لأن كثير من النحويين يقولون كثير من الأحاديث التي كتبت قد تكتب بالمعنى لكن مالك رحمه الله جماعة من أهل حديث يحتجون بهذا وهذا واقع كثير في كلام ابن مالك رحمه الله لأن نقف عند هذه الآية ونقف إن شاء الله في درس آت إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر